اشتركوا في القناة من القواعد القانونية العامة والمجرد والمنزمة المنظمة لسلوك الأفراد وداخل المجتمع مما يعني أن هذه القواعد القانونية هي تعبير عن إرادة الجماعة وتستمد مضمونها من مجموعة من الحقائق والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحدد مضمون هذه القاعدة أي أننا نكون بصدارضي مصادر موضوعية ومادية تستدمد منها القاعدة القانونية مضمونها ومادتها الخام إلى جانب هذه المصادر الرسمية التي تشكل مرجعا لمضمون القاعدة القانونية هناك مصادر رسمية وهي التي تستمد منها القاعدة القانونية إلزاميتها أي التي تظهر معها الصفة الملزمة في شكل خارجي يضفي على تلك النص القانوني وجوده القانوني طبعا لتصبح سارية المفعول وتبدأ عملية تطبيقها وفي هذا الإطار ينبغي تحديد نطاق تطبيق هذه القاعدة القانونية سواء من حيث الأشخاص المخاطبين بأحكامها أو من حيث بدء العمل بها أي نطاق تطبيقها من حيث الزمان والمكان إذن ننتقل في مرحلة أولى إلى تناول مصادر القاعدة القانونية طبعا كما قلنا فكل قاعدة قانونية إلا ولها مصدران مصدر مادي تاريخي هو الذي تستمد منه القاعدة القانونية مضمونها ثم هناك مصدر رسمي تستمد منه القاعدة القانونية قوتها الإلزامية إلى جانب مصادر تفسيرية هي التي تحدد لنا مضمون القاعدة وكيفية تفسيرها إذن عندما نتحدث عن المصدر كسبب المنشئ للقاعدة القانونية فنحن سوف نقف عند المصدر الرسمي أي السبب الذي أنشأ القاعدة القانونية كالتشريع أو العرف أو غيرها من مصادر القانون الرسمية الأخرى كالمبادئ الشريعة ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدلة أما المصدر الموضوعي أو الحقيقي للقاعدة القانونية وفهو يقصد به تلك الحقائق الموضوعية التي استمد منها المشريع القاعدة القانونية كالحقائق التاريخية الاجتماعية الاقتصادية التي دفعت بالمشريع إلى إصدارها مثلا عندما تقوم الحاجة إلى تنظيم ظاهرة اجتماعية فإن المشريع يلجأ إلى اتباع المساطر لإخراج نص قانوني تشريعي يستجيب لدواعي هذه الظاهرة الاجتماعية إذن ينبغي عدم الخلط بين مصدر القاعدة القانونية وبين مضمونها فمصدر القاعدة القانونية أي السبب المنشئ لها أما المصدر الرسمي فهو يرتبط بماذا؟ يرتبط بذلك النص المكتوب الذي تخرجه الجهة المختصة في الدولة ليصبح حيزة التطبيق إذن فالمصدر الذي نقصد به المادي فهي تلك الحقائق التاريخية التي تحدد مضمون القاعدة القانونية وقد يجد المشرع مضمون هذه القاعدة ويستمدهم من نص قديم يعني قانون قديم أو من مبادئ الشريعة الشريعة الإسلامية أو حتى من قانون دولة أجنبية أخرى فينقل هذا المضمون نقلا حرفيا ويضمنه في القاعدة القانونية الصادرة عن إرادته والتي يعبر عنها في صورة تشريع كما سنرى وفي هذه الحالة فإن هذا التشريع هو وحده الذي يمكن اعتباره مصدرا رسميا للقاعدة القانونية أما الحقائق كما رأينا الموضوعية التي استوحى منها المشرع مضمون هذا التشريع فإنها لا تعتبر مصدرا للقانون وإنما تتعلق فقط بمضمونه إذن على هذا النحف فالمصدر الرسمي مرة أخرى هو تلك الآلة التي تصنع القاعدة القانونية وتخرجها إلى حيز الوجود أما المصدر الموضوعي فهو المادة الأولية التي تستخدم في صناعتها والمصدر التفسيري هو ذلك المرجع الذي يستعان به في تفسير القانون قضاء كانا أو مؤلفات فقهية إذن على هذا المنوان فما هي المصادر الرسمية المصادر الرسمية للقاعدة القانونية أعتك المصادر الأصلية التي تنشأ عن هذه القاعدة وتضفي عليها صفة الإلزام وعلى رأسها يأتي التشريع ثم العرف ثم مبادئ الشريعة الإسلامية ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدال إذن سوف نتناول أهم مصدر رسمي من مصادر القاعدة القانونية وهو التشريع فما المقصود بالتشريع وما هي خصائصه طبعا في أول حصة قد قلنا أن اصطلاح التشريع له معنيان المعنى الأول هو عملية وضع القاعدة القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة في الدولة ووفق الإجراءات القانونية المقررة ثم له المعنى الثاني هو تلك القاعدة القانونية المكتوبة ذاتها التي تطعاوى السلطة المختصة في الدولة وهنا يلتقي لفظ التشريع مع ماذا؟ مع القانون بمعنى هذا الديق الذي يصدر عن السلطة التشريعية كالتشريع فكان أقول مثلا التشريع التجاري أو القانون التجاري التشريع المدني التشريع الضريبي على ضوء ذلك فإن التشريع ما هو؟ هو كل قاعدة قانونية مكتوبة تصدر عن السلطة المختصة الدولة وفقا للإجراءات المقررات فيها ومعنى ذلك أن هذه الإجراءات تختلف حسب نظام السياسي والدستوري لكل دولة على حدة ما هي على خصائص التشريع؟ طبعا خصائص التشريع وكله قواعد قانونية مكتوبة تصدر عن سلطة عامة مختصة وفقا لإجراءات مسترية معينة فالأمر يتعلق طبعا بقاعدة قانونية تتوفر على خصائص القاعدة القانونية التشريع يصدر في وثقة مكتوبة رسمية طبعا يسهل الرجوع إليها التشريع يصدر عن سلطة عامة مختصة في الدولة يبين الدستور صلاحياتها واختصاصاتها طبعا كما قلنا تختلف السلطة المختصة بوضع التشريع باختلاف نظام الحكم في الدولة وما إذا كانت نظاما ديمقراطيا أو مطلقا وهل يراعي مبدأ الفصل بين السلطات أو يأخذ بمبدأ وحدة السلطة وحسب ما إذا كان نظام الحكم يأخذ بمبدأ كما سنرى مبدأ تدرج التشريع أم يعتبر جميع التشريعات هي من درجتين واحدة إذن التشريع يصدر كما قلنا عن السلطة المختصة في الدولة التي يبين الدستور صلاحياتها واختصاصاتها وطبعا تختلف هذه السلطة المختصة حسب طبيعة التشريع ولا شك أن التشريع الذي يصدر في نص مكتوب يمتاز بكونه يضع قاعدة قانونية مكتوبة له طبعا يمكن تحديد نطاقة تطبيقه من حيث الزمان أي بأجل الشروع فيه وانتهائه هو آلية وضعه تستجيب للحاجيات والحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة يمكن آه تبعا تعديله لملاءمته كل التغييرات التي تشهد يشهدها المجتمع وهو من هذا يكون مسايرا أكثر لحاجيات المجتمع وتطوره على خلاف العرف لأنه يحتاج إلى مدة زمنية لنشوءه ويصوى وتعقد تعديله وإعادة النظري في أحكامه طبعا التشريع هو يسري على سائر إقليم الدولة ومن هنا فهو يحقق وحدة وحدة القانون في الدولة غير أن عيوب التشريع هذا لا مزايا التشريع لا تنفي بعض العيوب فيه لأن تعقد العملية التشريعية وما يطبعها من مصاطر في دراسة مقترحات القوانين أو مشاريع القوانين وتصويت عليها كما سنرى و إصدارها ونفادها كل هذه المصاطر الخاصة بسن التشريع تجعله أحيانا قد لا يسير الحاجيات التي تطلبها المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى التقافية في المجتمع وبالتالي فقد لا يحقق المبتغى منه بالاستجابة للفئات الاجتماعية المستهدفة من هذا التشريع و يعني حتى أنه لقد لا يعبر عن إرادة الحقيقية للجماعة المعنية به لأنه هو صادر عن سلطة تشريعية أو سلطة نفيدية ولها قد لا تراعي تخذ بعين الاعتبار يعني التطلعات التي ينشدها بعض الجماعات أو المجتمع من عملية تشريعية ولكن يمكن تجاوز هذه العيوب متى تمت اعتماد مقاربة تشاركية في عملية إخراج التشريع بالانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وفتح المجال أمام هذه الآخرة لتقديم مقترحاتها وملتماساتها وعرائدها في هذا الشعن كما سنرى إذن بعد أن تناولنا عرفنا التشريع وخصائص التشريع ما هي طريقة سن التشريع طبعا طريقة سن التشريع تختلف باختلاف نوع هذا التشريع لأن القواعد التشريعية ليست كلها من نوعين واحد فهناك التشريع الأساسي وهو الدستور التشريع الأسما في الدولة الذي يحدد نظام الحكم فيها ويبين كيفية عملية تنظيم سلطات في هذه الدولة وتوزيع هذه السلطات واختصاصاتها ويحدد كيفية تنظيم المرافق العمومية في الدولة ويحدد الحقوق والحريات الأساسية في الدولة وبالتالي فهو النص التشريعي الأسما في الدولة ولا يمكن لأي نص تشريعي أقل منه مرتبة أن يخالف مقتضيات الدستور وطبقا لمبدأ سموي الدستور طبعا يلي في المرتبة التشريع العادي طبعا التشريع العادي أو القانون كما قلنا بمعناه الديق يقصد به ماذا يقصد به مجموع القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية وهي أي المختصة بحسب الأصل بسن التشريع طبعا الولتي هي مداية مثلا البرلمان بغرفتها في المغرب مجلس النواب ومجلس المستشارين إذن اختصاص السلطة التشريعية بسن التشريع العادي بقل ما نص عليه الفصل 70 من الدستور و على اعتبار أيضا أن الفصل 71 من الدستور الأخير المملكة حدد نطاق نطاق اختصاص التشريع العادي أي القانون بمعناه الديق ومجال تدخل البرلمان بغرفته واختصاص واختصاصه وملاحظ في هذا الشأن أنه تم توسيع نطاق اختصاص القانون بمجموعة من المجالات المحددة في الدستور طبعا عملية سن التشريع العادي أو القانون بمعناه الديق يمر عبر مجموعة من المراحل تأتي في المرحلة الأولى أنه لا بد من وجود عملية اقتراح للنص التشريعي طبقا لمتى ظهرت الحاجة إلى وضع هذا القانون بمعناه الديق أي نص التشريعي طبعا لرئيس الحكومة لأعضاء البرلمان على السواء حق تقدم باقتراح القوانين الحكومة تضع عبر رئيسها مشروع قانون ثم يأتي ذلك أو أنه أن يتقدم أعضاء البرلمان بمقترحات القوانين سواء بمجلس النواب أو المشترك أو مجلس المستشارين طبعا مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة كلها الأولوية فيها والإسباقية لدى مكتب المجلس النواب غير أن مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبكل القضايا الاجتماعية فإنها تكون تودعو بالإسباقية لدى مكتب مجلس المستشارين بعد عملية اقتراح أن تكون هناك مرحلة المناقشة لهذه المشاريع والمقترحات في إطار الليجان ديال البرلمانية المختصة مع الأخذ بين الاعتبار أن المشاريع أكد على ضرورة أن تخصص في جدوى لأعمال المجلس يعني على الأقل في الشهر الواحد جلسة لدراسة مقترحات القوانين المقدمة من المعارضة في إطار خلقي فتح المجال أمام المعارضة لكي تساهم في العمليات التشريعية طبعا بعد المرحلة المناقشة تكون هنا مركز المرحلة التصويت وهو العملية التي درجنا على اتباعها من خلال القنوات التلفزية عبر التصويت على مشاريع القوانين ومقترحات القوانين طبعا وفق مصطرة خاصة تم تحديدها بموجب الفصلين 83 و84 من الدستور على أن كما نلاحظ أن المجلس النواب يكون له التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه من طرف مجلسي البرلمان أي المجلس النواب ومجلس المشتشارين بعد بعد الموافقات على القانون تتم إحالته على الحكومة ليتم إصدار أمر بتنفيذها ببواسط جلالة الملك أي تنفيذ القانون وذلك خلال 30 يوم لإحالته على الحكومة طبعا إذا كان التشريع العادي هو من اختصاص البرلمان بهرفتات وفق أي سلطة تشريعية فهناك حالات استثنائية تكون للسلطة التنفيذية الإمكانية تسند التشريع العادي الحالة الأولى هي الحالة التي تعدن فيها الحكومة يعني البرلمان يعدن فيها للحكومة بأن تتأخذ هذه الأخيرة في فترة زمنية محدودة ولغرض معين بمقتضى مراسيم تدابير يختص يكون الاختصاص عادة للتشريع القانون هو الذي مختص باتخاذها على أن يتم العمل بهذه المراسيم فور نشرها وتعرض على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل التي حدده القانون الذي يعدن فيه للحكومة بإصدارها طبعا الحالة الثانية هي الحالة التي الفاصلة بين دورات المجلس مجلسي البرلمان حيث يمكن الحكومة وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كل المجلسين أن تصدر ماذا مراسيم قوانين إذن الحكومة تحل محل البرلمان في فترة يعني ديال الفترة التي يكون فيها المجلس بقي ما شرعش في الدورة الدورات العادية دياله فإنها تصدر مراسيم قوانين بعد عرضها وباتفاق مع اللجان المختصة في البرلمان وعلى أن تتم عملية عرضها بقصد المصادقات عليها من طرف البرلمان خلال الدورة العادية الموالية تبقى للفصل 81 من الدستور وطبعا المراسيم بالقوانين تم العمل بها خلال فترة الإعلان حالة الطوارئ الصحية حالة ومجموعة من المراسيم بقوانين تنفيذا لهذا الإعلان الذي تم بموجب مرسوم بقانون وتم اتخاذ مجموعة من العمليات التشريعية تنفيذ له ويتم معرضها فيما بعد على غرفة على البرلمان من أجل المصادقة على هذه المراسيم إذن إلى جانب التشريع الرئيسي أو الأساسي كأي الدستور والتشريع العادي هناك ما نسميه بالتشريع الفرعي ما الذي نقصد به في أعمالية التشريع الفردي لأن التشريع الفرعي هو التشريع الصادر عن السلطة التنفيذية في إطار الاختصاص المسند إليها بموجب الدستور وذلك في ماذا في النطاق التنظيمي والذي لا يشمل المسائل التي تدخل في اختصاص التشريع العادي بحيث فالحكومة هي التي تتولى ماذا تتولى تنفيذ القانون وبالتالي عملها التنفيذي هذا يسمح لها من معرفة القضايا المتنوعة التي يقتضي تنظيمها عبر نصوص تنظيمية تشريعية فرعية لا تدخل في اختصاص البرلمان طبعا السلطة تنظيمية موكولة لمن موكولة لرئيس الحكومة ويمكن له ان يفوض بعض سلطه الى الوزراء وتباشر هذا عملية السن التشريع الفرعية هذه السلطة تنظيمية بواسطة ماذا بواسطة مراسيم اي نصوص تنظيمية تحميل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بعطفين من لدون الوزراء المكلفين بتنفيذها وانواعته يعني التشريعات الفردية التي تتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة هي ادنى درجة طبعا من النصوص التشريعية العادية ويتصدر اما في صورة مراسيم تطبيقية اي تنفيذية تتضمن ماذا تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فبالتالي ان هذه المراسيم التطبيقية هي لا يمكن لها ان تتجاوز نطاق القوانين التشريع العادي او تعديله او تعمل على تعطيله الى جانب المراسيم التنفيذية وتطبيقية هناك ما نسميه المراسيم التنظيمية اي اللوائح التنظيمية التي تكون مستقلة عن اي نص تشريعي عادي فهي لا تأتي لكي تعمل على تنفيذ قانون موين بل هي تتضمن ماذا تتضمن القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العمومية والتي تشكل تدخل في اختصاص المحاك الحكومة باعتبار هي المسؤولة عن تدبير هذه المرافق الى جانب هذه اللوائح التنظيمية هناك ما نسميه باللوائح الضبطية اي التي تتضمن القواعد المحد اللازمة للمحافظة على السلام والسكينة والصحة العامة كما هو الشأنه في قواعد نظيم المرور كما هو الشأنه في شروط المراقبة دية المواد الغدائية شروط حفظ الصحة وغيرها ومن اللوائح الضبطية طبعا عندما تتم عملية السن التشريع اي كان اساسيا او عاديا وفرائيا فلابد من اخراجه الى حيز الوجود لكي يتم الشروع في تنفيذه اذا اذا لا بد من اصدار امر بتنفيذ هذا التشريع وبعد ان تتم عملية السنة اذا بعبرات تكليف وتوجيه الجهاز بتنفيذ هذا التشريع فمثلا عندما يصدر تشريع عادي عن البرلمان فان السلطة التنفيذية تعمل على اصدار هذا التشريع من اجل تسجيدي وجوده وتكليف الاجهزة الحكومية بتنفيذه وهو الامر الذي نص عليه الفصل الخمسين من الدستور الذي جاء فيه يصدر المالك الامر بتنفيذ القانون خلال تلاتين يوما التالية لإحالته الى الحكومة وذلك بعد تمام الموافقة عليه طبعا التشريع الاساسي اي الدستور عندما يتم سنه سواء عن طريق مجلس تأسيس او استفتاء كما هو الشأن في المغرب لابد من اخراجه الى حيز الوجود بعد تسجيل وجوده القانوني وان يتم اصدار امر تنفيذه فدستور المملكة كيف تم اصداره عبر اصدار ظاهر شريف يقضي بتنفيذ نص الدستور بعدها اصدار الامر ب اصدار التشريع اي تتم عملية نشر التشريع اي ونشر التشريع الغاية منه ماذا هو ابلاغ مضمونه للعموم اي لكافة الناس واعلامهم بخروج هذا النص وبوجوده ودخوله حيز التنفيذ ويكتم هذا النشر في الجريدة الرسمية باعتبارها الوسيلة القانونية الوحيدة التي تخول افتراض علم الكافة بصدور هذا التشريع وطبعا النشر في الجريدة الرسمية لا تغني عنه اي وسيلة اخرى للنشر كالصحف والاداعة والتلفزة لان حتى العلم الحقيقي الافراد بصدور القانون فهو لا يغني عن نشره بالجريدة الرسمية طبعا عندما يتم نشر التشريع بالجريدة الرسمية فهو يصبح فورا نافدا غير انه ويدخل حيز تبيق من تاريخ هذا النشر غير ان التشريع ذاته اي ذلك النص القانوني الذي يتم نشره في الجريدة الرسمية قد يضع اجلا محددا لدخول حيز تنفيذ اي ينص على ان هذا التشريع لا يدخل حيز تنفيذ الا بعد مرور مدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لماذا حتى يفتح المجال امام المخاطبين باحكامه للاطلاع على مقدطياته طبعا العملية التشريية قلنا ان هناك عدة انواع من التشريع هناك تشريع الاساسي تشريع الهادي التشريع الفرعي طبعا هناك وهو وهي تتدرج من حيث المرتبة هناك التشريع الاعلى الذي هو التشريع الاساسي تليه مرتبة التشريع العادي ثم التشريع الادنى منه مرتبة وهو التشريع الفرعي طبعا هناك تدرج في التشريع ولا يمكن للتشريع الادنى ان يخالف او يعدل التشريع الاعلى منه مرتبة لان مثلا التشريع العادي ينبغي ان يحترم الدستور تبقى المبدأ تدرج تشريه ولا بد يحترم الدستور وأن ينسجم مع مقتضياته وأحكامه وروح يدد الدستور نفس الأمر ينطبق على التشريع الفرعي لأنه لا يمكن له أن يخالف التشريع العادي أو الدستور طبعا هذا يقتضي كيف سنراقب صحة التشريع هل هو يحترم مبدأ تدرج تشريع هل هو تم إصداره وفق وسنه وفق الإجراءات الشكلية المقررة لسنه وإصداره ونشره إذن لا بد لنا من مرقابة على صحة التشريع إذن رقابة صحة التشريع تكون من حيث الشكل هل تمت مراعاة الإجراءات الشكلية المقررة لسنه وإصداره ونشره وإلا فإن القانون مثلا الذي لا يصادق عليه البرلمان بأغلبية المقررة له يصبح كأنه لم يكن ومن عدما نفس التشريع الذي لا ينشر في الجريدة الرسمية فهو لا يكون واجب التطبيق ولا يكون نافدا إذن كيف تتم الرقابة على صحة التشريع طبعا حسب طبيعة ونوع التشريع مثلا القوانين لا بد من ماذا لا القانون لا بد أو التشريع العادي لا يكون لا بد أن يكون منساجما مع حكم الدستور ومطابقا لروحه ومبادئه الأساسية وبالتالي تتم الرقابة على ماذا على دستورية القوانين تبقى لمبدأ سمو الدستور لكونه هو القانون الأسما في الدولة طبعا هذه الرقابة على دستورية القوانين تختلف باختلاف الأنظمة الدستورية في الدول فهناك رقابة قضائية على دستورية القوانين ثم هناك رقابة قبلية أي قبل مجرد موافقة البرلمان يتم حالة على الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القانون للنظر في مدى دستورية هذا القانون طبعا في المغرب طبقا لمقتضيات الدستور العديد تم الجديد فقد تم إحداث محكمة دستورية هي التي تتولى الرقابة القبلية بالنسبة للقوانين التنظيمية التي لا بد قبل إصدار أمر بتنفيذها من إحالتها على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها للدستور والمقصود بالقوانين التنظيمية هي تلك القوانين التي أشار إلى وثيقة الدستور وتعتبر في مرتبة المكملة في مرتبة أعلى من التشريع العادي باعتبارها جاءت مكملة لمقتضيات الدستور في المسائل التي نص عليها الدستور بإصدار مثلا قوانين التنظيمية المحددة مثلا لاختصاصات السلطة القضائية القوانين التنظيمية الخاصة بمجلس التنظيم مجلسي النواب والمستشاري النظام بداخل مجلس النواب وغيرها القوانين التنظيمية الأخرى التي نص عليها الدستور طبعا هناك رقابة قبلية أخرى نص عليها الدستور والتي تتعلق بالفصل 132 الذي يخول للملك ولكل من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين بإحالة القوانين قصد قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مدى في مدى مطابقتها للدستور طبعا إلى جانب هذه الرقابة القبلية هناك رقابة بعدي نص عليها دستور المملكة الجديد أي بعد صدور القانون ونشره عن طريق مدى السماح للمتقاضين بآلية جديدة هي آلية الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم ديال الموضوع وذلك عندما يتعلق كل دفعين بعدم دستورية القانون الذي تتم إتارته أثناء نظر في قضية معينة أي في نزاع متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيتبق في هذا النزاع يمس بالحقوق والحراريات الأساسية التي يضمنها الدستور طبعا الشق الآخر من الرقابة هو الرقابة على صحة التشريع الفرعي والذي أي التشريع ستلوائح التنظيمية وتنفيذية ولوائح التنظيمية واللوائح المستقلة والضبطية الصادرة عن السلطة التنظيمية وكذا القرارات الإدارية عن الصادرة عن مختلف المصالح الإدارية فهي تخضع للرقابة على مطابقتها ومشروعيتها من قبل المحاكم الإدارية طبقا للقانون المحدد للمحاكم الإدارية عن طريق التعني في مشروعية هذه القرارات وسنقف عند هذا الحد على أن نتناول في الحصة المقبلة إن شاء الله المصدر الرسمي الثاني الذي هو العرف يفترضى يَجَجَغْنَهْ أَجَجَغْتِ